موسيقى من صغيرها لكبيرها مدربين كتير كانوا مصريين مش هنقول علموا هم كانوا تعاقد بتاعهم منك وعملوا أجيال كبيرة جدا من ما فيش لحاجة بسم الله ما شاء الله عملوا قاعدة والقاعدة دي انتوا شفتوا الدول العربية الوقت موظمها كل معظم الفرق بتوصل كاس عالم احنا فين؟ احنا محرك سر عشان كده النهاردة هنتكلم في حلقتنا على الطيور المهاجرة من المدربين كنا بشوف مدربين كتير قوي 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 في كل الدول العربية وكانوا بيرجعوا هل كنا بنتمحهم؟ هل كان فيه لينك بينهم وبين الاتحاد المصري وكورة القدم اللي هو مسؤول عن اللعبة؟ أشك كل واحد كان بيطلع كده وكل واحد بيعمل اللي هو عاوز يعمله واتحاد الكورة لا هو هنا ولا فيه أي حاجة وكحنا شوفنا فترة فترات الكابتن جوري كان مدرب في الأردن وفي عمان ومعاه عمان ومعاه بعض اللاعبين الأخرين أو المدربين الأخرين اللي كانوا لعبة ووصلوا معاه اللي مجدين على الساحة لحد الوقت تعالى بقى ندور على المدربين بتوعنا برة كم مدرب بلقت برة بيتعدوا على الأصابع واحد أو اتنين أو تلاتة بالكتير قوي حققوا حاجة فيهم ناس حققت طب حتقول لي هل المدرب فيه تخصص مدرب للناشئين ومدرب للكبار آه نعم العلمي بيقول كده بشان اللي بقول فيه مدرب متخصص للناشئين بالدليل النادي الأهلي وأنديه كتير أولى ما بيتجيب مدربين بجيب لمدرسته الكرة وبتجيب للناشئين إحنا عندنا في مصر يعني مفيش فكر ولا فيه أي حاجة انت هتقولي انت مش متفاعل أنا مش متفاعل بكرة القدم وأنا بقول لكم خدوها مني وأتمنى نكون الكلام ويطلع غلط كرة مصرية دلوقتي في خبر كان إحنا نزلنا تمن مراكز في التصنيف الدولي انتو فين يا جماعة ومين اللي بيتعاقد ومين اللي بيتكلم ومين اللي متابع ومين اللي شايف تحد الكرة كلهم فجر فرد واحدة أو فرضين وهم اللي بتحكموا في الكرة المصرية للدرجات دي وصل حالنا كده فين المدربين المصريين المدربين المصريين معروفين وبيجوا بالاسم وبيمشوا برضو بالراحة وبيدوق برجعوا تاني مفيش غيرهم إنما العاجلة دير لا مفيش الكلام ده تدريب علاقات عامة في مصر اللي بيودي العيل للمدرسة واللي بروح يجيب الخضرار للبي هو ده كده أنا بقول لكم بكل أمان إن أنا عشت وشفت قدامي الكلام ده كله لكن الطيور والمهاجرة بتاعتنا عشان كده أنا بتكلم ليه الحيط اللي أنا معايا ضيف النهار ده هيقول لكم كحاجات مهمة جدا هيقول لك إنزاي التخصص للناشئين وإزاي فيه انتقاء ينقي اللعيبة الكويسة ويوصلها للفريق الأول بيبدأ منين مش فيه قاعدة مش أنت بتجيب مدرب للناشئين عشان يعرفوا إزاي يباصل وإزاي يستلم وإزاي يسلم إزاي يقف فيه تكنيك وفيه تكتيك وفيه تكتيك وفيه كل حاجة في الكورة إنما إحنا فين إحنا محلك سر ولا حنرقب الكلام ده كله أنا بقول لكم الكورة قدامكم بقول لك أتمنى إن كلام يطلع غلط قدامكم من 3 إلى 5 سنين عشان نرجع تاني نقول يطلع جيل جميل في كل مصر وكل لا مش أقول لك بقى لا في الأهل وفي الزمال وفي كله في كله في كله مدربين يا جماعة لازم نعد المدربين بتوعنا فيه دي الأول أيام الدكتور عبد منها معمارة والدكتور عبد أحد جمال الدين والناس الماسونيكة بتصفر المدربين يعملوا تعايش برة بيستطر الشروع وعودوا بالسنة اللي بيطلع البرازير بيطلع إيطاليا بيطلع ألمانيا اللي بيطلع إنجلترا هو ده المفروض العالم كله ماشي كده الدول اللي حوالينا كلها ماشي كده إحنا فين إحنا ولا حاجة فعلا إحنا ولا حاجة لما بتيجي ضرع المدربين عشان يمسيك المتاخب اللي أم يقول لك هات فلان دور يا عم وشوف يقول لك لا 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 هو كويس يفشل يمشي بقى ان تعالها بقى في المرحلة السنية الصغيرة دي المرحلة السنية الصغيرة دي من أهم ما يكون إحنا هنا لا بنعلم حد ولا بنقول اللعيب يتحرك كذا ولا ألعب كذا ولا أعمل كذا سخن يعمل لهم ورمينجة أب كده تسخين ويعمل تأسيمة لا يقول له بقى كان ولا مانت بصة تلاقي اللعيب الصغير يوصل لحد 15 سنة 16 سنة اللي هو النضوج نضوج اللعيب وابتمل العنصر والجسماني كله الأجهزة كلها اللي في الجسم كلها بتكتمل من 16 سنة وانت طالع تبدأ بقى فيه النمو بتاعها تبص تلاقي بيخش في البطولات اللومبية والكلام ده كله ما بنحققاش النتائج شوفوا غانا غانا اللومبي والناشئين بيأخذوا كاس عالم غانا أنا معرفش فيه ايه المدربين المدرب زي المدرب ده زي المدرس مدرس بيأسس الولد كويس بيطلع طول عمره كويس بيطلع فاهم وعارف ومش أمالية حفظه وخلاص لا بيطلع حافظ وعارف وفاهم وبيطبق اللي هو عاوز يعمله إنما المدربين يتقعنا فين مفيش مدربين احنا يا دوبك اللعيب بيبطل من هنا ويقوله امسك مدرسة الكورة اللي هي أخطر ما يكون اللي هي محتاجة خبير زي ما بيتقال محتاجة واحد يكون دارس كويس أو وفاهم كويس يا جماعة يعني الواحد أول ما اشتغلت في التدريب أول ما بطلت أنا بقول لكم ليه كلام لأنني أنا عشرت وشفت قدام الكلام ده النهاردة عندنا كلام كتير جدا عن قوله قالوا يا هتمسك مدرسة الكورة وطولنا أنا مش عاوز أمسك حاجة دلوقتي ولا عاوز أشتغل أنا عاوز أطلع طلعت ليبسيج خدت دراسات في ليبسيج ستة شهور بعدها طلعت إنجلترا طلعت إيطاليا لفيت بيتطلع الكويت كانوا جايبين مدربين أجانب هناك بيتطلع أعمل تعايش معهم غير ما حد ما يقول لي لحد ما رجعت تمسكت مدرسة الكورة أنت عارفين مدرسة الكورة دي عشان تعلم الولد صح أنت تتعلم زي توقف فوسط الولاد لازم كل الولاد يبقى فوشة كلهم مش فيه نطف ضهرك ما فيش حد بيفكر في أي حاجة مش حد بيعدي نفسه ما فيش حد عارف أي حاجة خالص وصيبين الناس اللي هي مؤقلة سيبينها برا وجبين الناس المجملات ما ينفعش يا جماعة ما ينفعش المدرب لازم يعد فيه تخصصات فيه نشيئين فيه مدرسة كورة تحت فيه درجة أولى واللي بيفهم تحت هيفهم في الدرجة الأولى فوق وبيقاهل اللعيب كويس إن يطلع فوق ما تدورش بقى هيلعب رايت أو ليفت بيوظف اللعيب المفروض بيقاهل اللعيب بيطلع الدرجة الأولى يبقى اللعيب فاهم احنا عندنا في الدرجة الأولى في كل أنديق مصر ومنتخب مصر وشفنا الرجل الكوريش لما قالي الكلام لكلنا وقعد نضحك عليه قالك فيه لعيبة ما بتعبش تباصي في اللعيب ما بتعبش تقف في الملعب 24 سنة و 26 سنة ما بحفوش مفيه ناس بيتبطل ما عندهاش فكرة ازاي في الملعب استلم الكورة ازاي ما عرفش أنا لعبت من الحمد لله من سنة 71 لحد سنة 87 لما جي دون ريبي مصر هنا عرفني ازاي أنا والخطيب نقف في الملعب ازاي استلم أنا كنت بستلم كنت بتعور باستمرار رجع عرفني ازاي وعملت أحلى كورة في حياتي لما جي دون ريبي لأن عرفني ازاي يقف في الملعب ازاي استلم ازاي بقى بعيدة عن الخزم ازاي تحرك لجوة ازاي تحرك لبرة ازاي سيب مساحة للي جاي من ورا عشان يكمل ازاي خش راس حربة تانية عشان يجيب أهداف في ناس متخصصة لكده إنما ده بيحصل عندنا لا ما بيحصلش عندنا عندنا سمك لبن طمر هندي